أخبارنا السريعة برضو عندنا مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي في الدوري واللي سهدت بعض أحداث شغب للأسف الشديد بين الجماهير اللي أنا بعتبرها عصب كرة القدم ودي ناديين من الأندية الجماهيرية الكبيرة اللي دايماً بالراهن على ثقافة جماهيرها زواقين لكرة القدم سواء في الإسماعيلي أو في المصر البورسعيلي لكن مش عاوزين نرجع لورا احنا عاوزين نطلع خطوات لقدام عاوزين المدرجات ترجع تاني مرة تانية لزي زمان كنا بنشوف منشط الإسماعيلي والمصر والأهل والزمال وكل تحاد سكندر وغاز المحلة والمنصورة وحدس ولا حرج والسويس كنا بنستمتع بكرة القدم في وجود الجماهير بالأهزيج بالأغاني بالاحترام شوفنا في 2006 كاس الأمم المدرجات والأسرة المصرية اللي كان بيتيجبها موجودة الأب والأم والأولاد كل راح يحتفل ده الثقافة اللي احنا عاوزين نوصلها لكن البعض اللي يتسبب في أحدى الشغب تصل بنا إلى ما لا يحمل عقبه لأ وألف لأ لأ وألف لأ مش هنرجع لما سبق ولازم العقوبات تكون صارمة وده اللي اتخذته ربطة الأندية المحترفة برئاس النايب أحمد دياب لما حرمان 474 مشجع نادي المصر من حضور ست مباريات و 153 من النادي الإسماعيلي ست مباريات وتوقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه على كل نادي وكمان منع عدد من المشجعين من حضور المباراة لمدة 3 سنوات قولاً واحداً اللي تسببه 3 سنين ما يدخلش المال ليه؟ انت عاشق لفريقك غني ارقص افرح شجع فرقيتك أدائك الرائع سواء كان من الإسماعيلي لما أحرز الهدف الأول لمصر لما أحرز الهدف التعادل ومباراة كانت سجال ما بين فرقيتين كبار وجهاز فن على أعلى مستوى كابتن هاب جلال هنا وكابتن علي مهر هنا وجمهور محترم هنا وجمهور محترم هنا لكن لنا أكسر في منشآتنا وأعمل ده كله لا ده ما ينفعش أبداً أبداً في الملاعب المصرية سريعاً أيضاً كولر متمسك بمودست ولجنة التخطيط بتقول لا لازم لعب إفريقي صغير السن وكل موجود في الفريق في الفتاق هذا في لعب فلسطيني لأنه أنت عارف أن اللعب الفلسطيني بيعامل معاملة اللعب المصري فلوجة ممكن ما يستغنوش عن مودست اللعب ده بيلعب فيه الدوري السويسلي لكن المغالاة في حصول الأهلي على خدماته وصلت لتنين مليون دولار وفي مفاوضات ما بين النادي الأهلي والنادي اللي بيلعب فيه اللعب الفلسطيني اللي هو أبو علي تمام هو مزوج للجنسية دنماركي وفلسطيني لكن إن شاء الله يعني يكون الأهلي يحصم هذه الصفقة كمان بعد بطولة كاس الأمم الأهلي هيحصم ملاف برستاو في التجديد اللي عقده حتى بـ 25 وأيضا علي معلول اللي موجود بعد كاس الأمم الأفريقية عشان يجدد له النادي الأهلي تمام